فيما يخص التعطال التعطال التعطير كان هناك ملاحظات وقلناها أنها دارت ملاحظات من طرف المهندسين من الجامعة والتي استجبت لها في الأول مش ككل مش تقلولة عليها كانوا بعض الملاحظات واستجبت لهم الشركة اللي نجزت اللي دارت طريق الممر والمساريك ديال الباسواي وممرات الباسواي التعطير كان النقاش على الأقل ستة درام حافلة بخمسة درام تراموي سبعة درام والباسواي بستة درام ولكن الميزة اللي غادي تكون عندنا كجامعة الدار وكبيضاوين وهذه في مصلحة البيضاوين هي فاشغاة التعطاء منطلاقة تترواطيكات دراموي ستحد هذه التذكيرات ستكون تذكيرات واحدة اللي يأخذها البيضاوي الشخص ستنقل بها من الباسواي والتراموي والمالة سيد الرئيسة ستنقل بها على النقل الحضاري في مدينة الداربيضا تكون تذكيرات واحدة لديه حق واحد الطرف الوجيز أو الطرف الساعة أو الساعة العرب باش يتنقل ما بين تراموي وما بين الباسواي وما بين الحافلة وهذه المهمة وهذا يأخذ نقل نقل الحضاري في مدينة الداربيضا رغم رقالت هضرات العجز رقصنا نعرفه بأن الباسواي سيعطي انطلقه بعجز الباسواي سيبدأ دباب العجز تراموي كين عجز ضخم رفجينا كم جديس حالي كم كتبه كرئيسة كعمدة جديدة دي المدينة الداربيضا هذه واحد السنة ثاني ونصف ثلاثة سنوة لدينا واحد العز مهم واحد المبلغ ضخم لدينا العجز لدينا الشركات التي تدبر حافلات ولا تدبر تراموي وهذا دخلنا في حوار مع الوزارة الواصية والشخص المدير العام في الجامعة الترابية والذي ساعدنا في هذا الإطار ونحاولنا نقل ونقلص العجز والذي يتسالون في المدين الكبرى وفي جميع الدول النقل الحضاري يكون دعم من طرف الحكومات والدولة نحن ندعم الجامعة والبيضاوين يعرفوا بأن أي تذكيرة تختارة والجامعة الداربيضا تخلص عليهم 41% إضافية لكي لا يصلوا إلى مقالة 10 دقائم والتطرح نحن ندخلوه في مية خصر الإطار السيدة النائبة المسؤولة على القطاع الاجتماعي دخلت في حوار ودخلت في نقاش وفي خطوات متقدمة مع الحكومة وشخص الوزارة الوصية على القطاع كانت تمنى أن نقوى هذه الحلول في هذا الإطار حيث لا يعطل بأن الناس فضائيات إعاقة ودوي الحتياجات الخاصة خاصهم الوروش ديالهم تما را تقدت لهم ولكن كي يقول لك بأن أخصهم ما يخلصوش يكون دكشي بالمجان أراهم والحكومة في هذا المعظم هل تقدم مرحبا وكتبت مرحبا وكتبت وكتبت مرحبا وكتبت مرحبا 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 مرحبا